هذا عمل بشري على المسلمين أن يدركوا البدهيات أيها الأخوة لأنهم ينطلقون ويفرغون عما يؤكد أنهم يصادمون البدهيات من البدهيات أو في رؤوس البدهيات أن كل شيء يشيخ فالفكر الإنساني يشيخ العطاء البشر يشيخ الآن فكر علمائنا مهما كانوا أجلاء وهم أجلاء بلا شك مهما كانوا كرماء ألباء عذقاء أذكياء بمرور القرون وأزمان يشيخ أيها الأخوة لا يمكن لفكر بشري أن يساوق وأن يسير مع النص الإلهي المطلق المحفوظ قدما بقدم وخطوة بخطوة هذا يساوي مساواة الإنسان بالله هذا أن الله الذي أنزل القرآن استغفر الله يساوي في علمه وحكمته وقدرته وتقديره للأمور بإحكام هذا الشارح الأول أيًا كان صحابيًا كان أم تابعيًا أم تابع إلى آخره هذا خطير جدًا هنا وثنية هذا الاستتباع هذا التقديس أيها الإخوة للأسلاف وكأنهم أتوا بالقول الفصل مرة وإلى الأبد انتهى خلاص هم قالوا قولاً في النص ونحن نعتصم بهذا القول إلى يوم القيامة وثنية وثنية في حقيقتها عند تفكيك يا تعني أننا نعادل بين الشارح والنص بين الله الذي تكلم وبين العبد مثلي ومثلك مثلي ومثلك الذي تكلم على كلام الله تكلم حول كلام الله شيء خطير الفكر يا شيخ علينا أن ندرك أن الفكر يا شيخ ولذلك انتبهوا المسألة ليست محطة فكرية ومعرفية تربوية تربية الضمير تهذيب الضمير الضمير بالذات هو الشيء الذي لا ينبغي أن يكون مرنا خلافاً للعقل أيها الإخوة العقل ينبغي أن يكون مرنا إلى آخر حدود المرونة الممكنة أيها الإخوة أما الضمير ينبغي أن لا يكون مرنا لأن الضمير حين يكون مرنا يعني والعياذ بالله أنه خرب الضمير خرب يستحل الشيء ونقيضه ضمير لا يؤمن بالمبادئ ضمير أيها الإخوة حربائي يتلون كل حين بلون ويأخذ كل ساعة صورة جديدة أخطى شيء هذا عجيب الآن أظنكم حدستم بالفكرة بعض الناس لديه فكر فكر ثابت جامد قوالب من برونز أو حديد وضمير مرن جدا كيف اجتمعت هذه الخلطة اللعينة فكر جامد حروفي صبياني أيها الإخوة هزلي مزخرة مش فكر وضمير مرن جدا 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 يحلل ويحرم ويتقلب أيها الإخوة مع الأشياء كيف ما شاء هذه اللعنة حقيقية لا تليق بالإنسان تليق بأي شيء آخر لكن لا تليق بالإنسان لم نعد إذن قادرين أو مختدرين على أن نتعايش مع نتائج أفكار كثيرة أيها الإخوة محفوظة في ترواتنا